السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثة 21 ايار مايو القمر اليوم استقر في برج العقرب طبعا موعد بث الحلقة بيكون لسه بواقع خلو المسار اللي ذكرنا في حلقة الامس ولكن انه نعتبر انه ما بعد منتصف الليل حلقة هاي يعني تأثيرات يوم الثلاثاء فالقمر استقر في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 28 و23 دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقية جرينج القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة الربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 23 و22 دقيقة من عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما انه موجود في برج العقرب معناته خلال هذا اليوم ما بنعرف الحل الوسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يعني ما فيه يا أبيض يا أسود يا منتواصل يا منقطع علاقاتنا مع الغير وبيلعب الجنس دور مهم جدا في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن أنهم ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم مثل استئجار أو شراء منزل مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أننا اليوم زاويتين الزاوية الأولى زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 22 و33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية ساعات الظهر تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول السلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 22 و18 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج يعني التأثيراتها بتبدأ من ساعة الظهر تقريبا وبتستمر لغاية ساعات المساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذه الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة المسئولية والضغط الفكري فممكن نتعرض لبعض الحوادث لما منحسن التحكم في أفكارنا ولا بكلامنا ولا بذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء عنا العضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العنى والجينات هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا إذا كانت العملية إطرارية فما في أي مشكلة أيضا هذا اليوم ما في أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية لباقي أعضاء الجسم رغم أنه بدأنا في مراحل اكتمال القمر فهاي الفترة الأشخاص اللي بأخذوا مميعات أو عندهم اللي هو نوع من أنواع سيولة الدم بدهم يحذروا من أخذ المميعات وينبهوا أو يتوقف عن أخذ المميعات وينبهوا الطبيب أما العمليات اللي ممكن تكون من أخطارها أنه النزيف ما بنصح بالعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب للحجامة للأشخاص اللي بيرغبوا بعمل حجامة فهذا اليوم من الأيام المميزة للحجامة يوصى زي ما حكينا بالأمور اللي تتعلق بتبرع الدم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي لآخر يوم بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العقرب المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من صباح يوم الخميس وبيستمر لغاية الساعة 28 و23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم في تمام الساعة 42 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج أو قرابة العصر بصير 14 يوم نسبة الإضاءة 97% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 سعيد بنسبة 70% القمر في العقرب حتى يوم 23.5 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات العصر سعيد بنسبة 15% عطارد في الثاور حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثاور حتى يوم 23.5 سعيد بنسبة 30% والمريخ في الحمل حتى يوم 9.6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 25.5 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثاور حتى يوم 9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة مصدر شراكة أو تعويض من زوج زوجة بنك ضريبة تأمين من هذه الأمور ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية علج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء واستشير أهل الإختصاص وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع وبرضو اليوم ما بنصح بإقراض المال أو كفالة أشخاص برج الثاور بالنسبة لموليد برج الثاور طبعا اليوم بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم شراكات مالية وعاطفية والعلاقة ما بين الأزواج اليوم جيد للأعمال المشتركة وحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك وما تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب لك هذه الفترة لأن القمر موجود مقابلك تماما نوع من أنواع الحزن أو الشعور بالظلم أو القهر فحاول أنك ما تيأس وكون صبور عشان تقدر تحقق إنجازاتك واضبط أعصابك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة وما تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء وما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وراوية بدون عصبية وحدية وما تتسرع في القرارات ممكن اليوم تنشغل بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك أيضا تخصص وقت لعائلتك ولأحبائك ولأبناك أنت اليوم مشعون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسالك وللتواصل مع المحيط وأيضا يوم مميز للترفيه والتجميل بالنسبة لعلك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهم كل يوم في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا مكان إقامتهم أو سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون إلا إلهم ممكن تدخل في بعض المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة فضبط العصاب مطلوب لأن هذه فترة برضو فيها نوع من أنواع التوتر وقدرتك على إيصال المعلومة ممكن يكون صعب شوي بدك شرح كثير أو تشرح كثير ولكن ما تعصب تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي وبرضو لا تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوه بالدراسة والسفر والاتصالات خلال هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار وهاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بل الرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح وجهة نظرك وأفكارك منكم أشخاص اليوم ممكن يطلق حملة أو يروج لعمل أو لسلعة معينة أو ممكن يسمع أخبار سارة نشاط وحيوية استغلها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي وتعتبر هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات حاول أنك تتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط لطف الأجواء وحسن العلاقات اليوم كله رح يكون أو أغلبه انشغلات على الصعيد المالي فالأهم قلل من مصاريفك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنت اليوم عندكم نشاط وحيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها إنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك بتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب كنت بتنتظره وبتفرح لخبر أو لإنجاز معاملة وبعضكم ممكن ينطلق بمهمة طال انتظارها وفيه إشي جديد رح يدخل حياتك يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة رغم أنه فيه زوايا برضو ما مش قوي جدا إلا أنه إيجابية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم تجتازوا بصورة عامي يعني ضاغط شوي لأن القمر موجود في بيت المتاعب فيعتبر هذا اليوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم موجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري والعاجل وإخلدوا للراحة يعني اعمل بشكل روتيني وحاذر من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل لأن الحضوض قليلة فما تجازف وأي شخص بيوعدك بشيء يعني ما أعتقد أنه رح يوفي في بوجود القمر في بيت المتاعب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أو معرفة أو علاقة ممكن يساعدك في اتمام عمل مهم أهم مش أنه اليوم ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرح لوجود أحد الأصحاب أو ممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم وليل رضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم شيء ما تنجر ورى التسرع والإنفعال عشان يعني مش رح يكون لمصلحتك بدك تكون هادئ قدر الإمكان صحيح أنه في بعض التحدي في بعض الأمور وممكن بعض الأشخاص من موليد برج الدلو يكونوا غاضبين أو عدائيين فبدك تحاذروا الخلافات لأنه اليوم ممكن تتكرم أو ممكن تحصل على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم تركيز على الاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو الدراسة أو الامتحانات أو ممكن يصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة وممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة وبتكون حيويتك عالي جدا ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر